صباحكم بربحكم إذا راكوا تشوفوا هاد الفيديو مع الصباح ومساكم بخيركم إذا راكوا تشوفوا هاد الفيديو مع الأشياء نهار البوزيتيف انرجي نهار النشاط نهار التفاؤل اليوم كان واحد الأمطار غازيرة غازيرة جدا وأنا تعرفوني كي نقولوا شتاء نقولوا زاهو يطلع لها الموغال كي يكون البرد كي تكون شتاء كيرانا في شهر دي سنبغ كيرانا وكيرانا وكيرانا ألوي من لبنات اليوم حبيت نبدأ معكم بالنشاط ونبدأ معكم بالطاقة الإيجابية ونسي نبارتاجي معاكم أنهاري المميز تاع اليوم ليهو يوم قبل عيد ميلادي وعلى لبنات الحاجة الأولى اللي درتها كينوت نحيت فراشي حطيته يتغسل أعلاش راح تقولوا لي ما رحتي تفطري ما فطرتي بنتك أنا البنات ميراي كون فطرها بكري ما تاكل ولا لقمة سيبوخسا صباح يكين نوت ندير كاش ما عندي شغول خفيف مثلا عندي حويج في الماشينة نديرهم ولا عندي حويج ننشرهم ولا عندي حويج نحددهم ولا عندي كاش غوبة راح كخفيفة نمسحة نبدأ بهذا الشغول الخفيف من بعد باش نروح نجهز فطور الصباح كي ما دردوك حتى العشرة ونص قريب باش روح تجهز فطور صباح اليوم فطور نتع صباح راح يكون بلافوكا ندير حبة لافوكا ننصها الميراي ونصها لي الميراي على بالكم ما يخفاش عليكم دخلوا في جوجل كتبوا فوائد الافوكا للردع شوفوا واش يقولوا لكم ولا واش يخرج لكم عليها فيها فايدة عظيمة جدا لازم تبدأوا تعطولها لولادكم من 6 شهر بشوية 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 كي ما تكونش عندهم لا ليخجي منها انا كو توكلوهم حتى يشبعوا انا هندرتها لها مع احبا بيت مع سافر بيت وحبا فرماج شوية ملح شوية زيت زيتون ووكلتها لها بون انا ينفطر حاجة اللولا هي ميراي جوية العشرة ونص لحداش من بعد كيتش بعهية ولاخر نبدل لها وكل شي نبدل لها كامل حويجها بس كبنتي بزاف تعرق في الليل دهارها كامل يكون شامخ لازم نبدلها ما محويج دخالها بس كنخاف تبرد لي ولا هاد العفسة نبدلها نبدلها قبل ما تفطر نزيد نضيع معاها الوقت في التبدال هاكدك بش عموات تاكل لي واحد شوية بي عموات تاكل شوية بس كعنا بنتي ما تاكلش كامل بزاف وعلا وبعدا نايا بعد ما فطرت هادرت هادولي توست مع الشاي وفطرت بيهم لبنات روح ترقت ميراي وعاوت وليت ليكم وفي هاد الأثناء جاو اللي تعبيت تاع الكوريدور لكل وقت تاعي اللي كما قلت لكم قطعتها بس من قبل ما كنتش دايرة هاداك الباب لي في النص كانت طويلة شريتها لها حسب هاداك الطول عبخي بعد ما درت هاداك الباب هادا لابن ورايا هادا اللي كان لازم ننقص فيها وجابوها هادا وين جابها كنت نشوف هنا ايادو كندور لكم لعكم هاد هي قطعها منا قطعوها شوفوا لا فينيسيان تاحهم الله يبارك حدا وش يعجبني فيهم ما شاء الله يخدموا واحد لا فينيسيان وشنو للا كولور مالقاوليش كيما الاوفال الاوفال هادي هي شوفوا الاوفال جاية شوية في القري فانسي وهادي جاية شوية في القري كلاير شوفوا ها هو الاوفال مقابلكو تنا نواسي ها هو الاوفال وهادي جديدة دوكا كنت نرجعها له نعطي دوكي نفرشها انفهمكم وش كنت حندير المهم ايجات تعميري هادي الشوكولاكي جا اعطيت لهذاك مسكين الخدم قعد رافض وكل شي المهم هادي هي الاخر تعميري ايتباني لكم شوية الاخر اللي اسمو دوكا انا طويت كامل ها الحواية تشوفوا كيف شرهم طويت ها كامل ستفتهم باش نجي نمسح رقدتها في لاشانبخ تاعي باش نجي نواسي لاشانبخ تاعها هنا حبيت نمسح كل شي ما يغيتو ما مش زامكش مصخين ولا ما عليش حبيت نحي كلش نمسح كلش ونعاود نرجع نمسح لابوسياخ كاملة نمسح القاعة ونمسح الاسس جاهد باش نفرش كلش عن ضافة واحنا البنات بكل صراحة كنت لخج هنا كل حاجة منظمين في كلش الاتراك في المعاملات تتاحهم كانوا بعتولي نهار من قبل باللي غضوة لازم تكوني من ساعة 2 ساعة 3 في الدار باسكا راح تجيك يجوك لتا بيدياولك انا يا وش روح تدرت في العشواء هادي كما نقولو غير جاني يديك الميساج روح تمسح لاشانبخ تعميري وكل شي قلت باش غضوة ما نتعبش روحي نفرش كلش فرن ضافة بس كتاني كي يجي كما شتوك للكولواخ من بعد كنت صباح كانوا عندي بزاف الحوائج حددتهم وخصلتوا يعني نشفوا حددتهم وطويتهم وحوائجها هي بزاف كانوا وخصلت بزاف حوائجها حتى لقا ضغوب بتاحها فرغت ايبا قلت مادام طويت هذك الحوائج وكل شي تعرفوا الحوائج يتلقوا يتلقوا هذك الغبرة تعديت تعجون تع الصوف تع اللقطن تع كل شي قلت لازم علي نعاود هذي هي زاهو كين قولو زاهو نقولو عظم الشقة مدع الشقة عاودت نقيت كلش عاودت خدمت كلش مسحت كي مشتو درت لأسبيراتور أبخي باش مسحت ونضمت كامل قاعد غوة بتاحها من الداخل ما مسحتش من برا بس كانت مقيقيا كنت دايرتها نهار من قبل مسحت كامل لأبوسياخ من بعد كي كملت من القاعة رحت للتاقة كما راكو تشوفو ما درت لأبخو دوالو من غير في ونبسي ندير طريقة تعاليدة منذكركم بها شوية ما نخلطو معه الخل الأبيض نخلطو معه شوية قطيرات من الإيزيس وتشلي وقي كونتع ميكرو فايبر ولا تشلي وقي كما نقولو يمص هكذا وتجوزو كي ما تكونش ضربة الشمس في الزجاج بس كون تكون ضربة الشمس وانتو ما تمسحوا بهذا الطريقة راح تخلي لكم هدوك الشوائب أنا هنا يدي جارهم غيب معراه الضباب سيبوخصا مسحتها وشوفوك فاش خرجت تشعل وهنا البنات بعد ما كملت التنظيف غرفة بنتي رحت باش نفتح لوتابي تاحها هاد لوتابي البنات من بعد كملوا الفيديو حتى الاخر راح نضيلكم جولة كامل في الغرفة بعد ما فرجتها وراح نفهمكم على يعني المميزات تاحها لوتابي انا هنا فرجت وبرك معاكم من بعد راح تشوفو كامل مع الغرفة كامل مع الديكور وعليش اخترنا بالضبط هاد الديتياي اللي فيه وهاد الكولور اللي فيه كملوا حتى الاخر راح يعجبكم الشمح ورح يعجبكم الديكور الاخر ما حبيت نحط لكم الديكور الاخر هنا باش تكملوا معايا الفيديو ونخليكم تشوفو ـ وحنا بعد ما كملت الأشانب اذهب للكولور وضعت لسبيغاتور اذهب انشيش اشوف الله الله هاكدا تانيك باش نحط الطابي تاع اللي كولواغ في النقا شوفوا يدب عليكم كي تكونوا ما تخلوش قليك لا تؤجل عمل اليوم للغد هدي صح ما قولا والله العظم اللي يدير بيها يعيش مهاني في حياته انا تشغل كي ندير هاكا في الليل كي ترقد هادو كزو سوايا عميرة يبسك من العشرة للتناش ترقد سافا بعد منتناش تبدأ تنوت بزاف نخدم فيهم صباح يجيني الشغل ساهل الساهل للبنات واخيرا اراه و اكتلك هاهو مهم هاكا سوف تليني اذا كنت ان شوفو انها تتلف عرب وبليزا معي اه فوالا اراني فرجتها الحمد لله يا ربي كما قصت سوا سوا جات شوفوا حتا هنا حتا الباب جيدا لا يوجد هنا من المسكينة تحصل بالطيح المهم مقبل أن يجبوا لي السيرفيس كنت سوف نزيد المدلون هذا المدلون هذا المدلون هذا المدلون هذا المدلون هذا المدلون ثم أخبرت قتلي زهو غير خطيك مع كل شغلة هذه تصح دارو هالي قرات ويتمون بسكالة شريت عليهم تعمي غاي دوكنو ريها لكم طابي ديال هاتشفو لاشومكتا حاجات وو قتلي راح يغلي ولك بزاف غير خليك ما تبانش بزاف وصح ما تبانش ديجا للضوهنة مختلف شوفو كين طفي هكذا الضوهنة يونخليها هادك يبانو كيف كيف ماشي دفيرونس يعني ماشي لشامتها ولا تبان ولا شوفو البنات نرمال ونزيد نعطي لكم واحدة المعلومة المهم نعطي لكم واحدة المعلومة البنات بالنسبة هنا في تركيا يديرون تابي في كوزينة يديرون معندهم تابيكي ما حنات على كوزينة غاغموا ونطلقوا واحدة الموديل زعمالي فيهم الفناجل فيهم مي هادو كرقاق هنا جاني غالما في تركيا يشرو زرباء الخشان بسك البرد ما تقدرش دير زربية خفيفة ونحن في الصيف ونحن تقللهم حتى لا كانت تقلل في انغالة ونحن نقوم بكوزينة لا أريدها في الكوزينة لا أريدها في الكوزينة لا أريدها في الكوزينة لا يوجد شرط أن يكون فيها الفناجين هيا بدون إطالة سوف نريكم استعداء لكي تشاهدون كيف حاجة جيدة وكيف حاجة جميلة كيف أعجبتني كثيرا هذا كان لغو بابا أعجبني واحد الموديل فيه كامل نجوم ذو كنت أريكم ديجا وكاين منه هنا بعد فباها قال لي نون قال لي جيبي هادي بيسك شوف هو خمم في هذا اللي بحثتها لها خالتها تعال باب قال لي إذا هو هادي وبعد أعطاني واحد الأفكار اللي قيت عنده الحق مية بالمية عشان مخيفة شويلات مع تغيير بسيط ويلات هاي لا ويلات هااااااا وهذه المودي شوفوا تابي اللي اختاروا البابا تحا بابا ها هو اختاروا انا اخترت واحد اخر في الاول فيه النجوم كامل فيه النجوم ممشي هاد الموديل واحد نجوم شابين هاكا يجو كبار مايجيش بزاف شارجي ومبعد هو قال يزاهو على باكم باللي انا راجلي مهندس معماري وفي نفس الوقت مهندس داخلي يعني تعديه كوريتو قال يزاهو هادي هي اللي تجي طوب وتقعد دلها على مدة طويلة حتى زع ما تقولي هكا كما نقولو تقرة سنة اولى ولا ان شاء الله قال لي ما تملش منها متشو ما فيهاش ميكيات ولا فنالما صح عندو الحق شوفوا كيفاش جات سقمت له هنا اللي تحا شوفوا كيفاش جات مع اللي غيدو هنايا فاش عجبتني انا البنات شوفوا لدتاي بار اكزامل هادا اللي فيه الروس كلاير بالقلوبة هادو ما جاي سوا سوا مع الكوفيرتور تاحا بار اكزامل هادا هادا الزيكزاك شوفوا جاي مع اللي غيدو ديالها شوفوا شوفوا البراكفش راهي اللي كورو تاحا بزاف خفاف و بزاف ملح هادو اللي بتي بوان و بعد اذا ما تحبووا تديروا اللي بتي بوان هكا ديكور ولا هادا اللي غريجا مع السبيغات على شون بغتاحها اللي بلكم راني فرحانة بزاف بيها بارك في اللول انا عجبتني غير شتها عجبتني من بعد كيشت فيها هادو اللي ديالي البنات شغل ما تلاسي هادو ما اه ما قلت نو قلت هادا الغبرة ومن او من بعد درجة لي قال اخي عندك الاسبيغاتور وفيها لاتات هادو كرقاق وصحانة فيها لاتات هادو كرقيقة قال انت دايمن ديجا بتاسبيري ها هادو اللي بنات انتياليرجي هادو الزربية انتياليرجي شوفوا الخشونية تحها يعني الولاد كيكونوا انا ميراي مسكينة بزاف طح على راسها كي تكون قاعدة ولا توقفة تلعب مع بليجوي شوفوا هادو كفش خشينة شتو هنا هيا تانيك شوفوك شمدارين لها بشداري ما يجبدوش هادا كل الخيوط المهم جد هايلا ورجلي تاني كعلاش دارلي شوية القلقة ليشوفي فيها الكاري ومنومنا على حساب هادا الديكورت ديالها في لها المنصح جاش باب هادي هي وحنا يا لبنات هادي شوفوني اغلت شفاوكو دارت لها هنا بعد قلقتيني كشور حسيت قاعدة لها ذاك الفيد ملهي وهنا ميراي محشورة في الكوان هنا يا هاكدا جات في الوسط ما محشورة ما والو سقمت كل شي درت لها الابوكادو هادو الابوكادو تشري له الكريم دون شنج ديالها يجو ده يجو هاكدا دو كل واكدا يجي معه الابوكادو الاخرين ومدتهم اليو لتجارتي هاونا هنا هنا تاني نقيت له كامل الاخر ديالها هاديك ماكينات عال البوخار فى الليل بشتدير شوية المييدي كما يقولوا هناك البنات هناك السربيات و البيجاما و الناهد و الناهد و الناهد و الناهد و كل شي و لا تحبه اشترك هذه البنات واو انظرت لربية تعملها كم نورجة ان شاء الله انظروا انا استدمت عليها المهم يا بنات هذه هي ننصحكم لشيئ تخطعت لاننا احنا مشهورين في انقارة بالضبط البرد دائما كان يكونوا كثيرا ما انا شريتها أجنيها من المعين المسكينة من عدمه تتطيح تكون تلعب ما تتخبطوا و لا تشتش بزاف فرس لا تشتش المهم لا يجب عليها لحفاظه المهم قال لهم والذي شرينا من عنده ونسينا توجه عندها الجيومير اللي شريت عليه الطابي لطابي كامل تعددار هي البنات قولوا لي بعد هذا التعب وبعد هذا الديكور الله الله وبعد هذا النقاء لا نستهلها كطبيسي تعال الكسكوس الله الله بالمرقة حمي مراء وش نقول لكم وش نحكي لكم رحت عاودت شوية الكسكوس ماشي بزاف بسك موليت نحب ندير بزاف الكسكوس بسك من ذاك نتشاهه ندير بزاف ونحطوه في الكنجلاتور ولا نحطوه التحتانا كل يومين تلتيام ما فينا المون ميجيش كامل البنين كما نهار الأول تستبدل طعمته تماما خصيتها خطرة وما زيتش عاودتها شوفوا المريقة تاني قدرت غير شوية كما ركو تشوفوا المندبة كبيرة وميتفار المريقة غير شوي الكوكو تاقد الدنيا شوفوا كيفاش جاء الله الله تعزر بام ميجا ايهبل شهيدكم في الجنة ودر تمام الميراي كلات شوية ما يعليش نقوله الحمدلله كلات شوية ماشي بزاف تحنا دوكاس صح بدأ عندنا البرد غدوة في الاحوال الجوية تقول باللي راح يصب التلج واخيرا بان اه بان انا اللي بديت نخلط التركية تزيري مخيتي شوفوا كيفاش كيفاش راهو الدباب برا وقبيلة كان كتر دوكا هبط شوية المهم بنات هاد هي دوكرا والجليد شوفوا اللي كانت تشتاه الجمد انا احنا راني نشوفه لما هادك ولا جامد ما نباليش حراهي لدرجة البرودة يعني ما اه مهم راهو سابن اه انا يكملت كامل شوية درت شوية هكال الاجواء لو كندير فيها كاستي ولا هادك سالب ونقعد وهاكدا نكون ختمت معاكم هاد الفيديو اللي ان شاء الله اللي بنات يكون ينال اعجابكم هادا نهار قبل مونا نيفرسا غدوة لانيفرسا اختاعي ما عندي حتى فكرة وش راح ندير بسك اه ما كان لا زوجتاعي ما كان لا اهله ما كان لا اهلي ما كان حتى واحد كان غير بنتي ربي يخليها لي ويطول لي في عمرها بالهيك غدوة اه اه اذا ما كاش حسيت ما كاش البرد بزاف نخرج انا وميراي نروحو الكاش ونصور لكم بياسر كيفاش نجوز لاجواني مع بنتي